السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبائي في قناتكم وصفات لكم أتمنى أن تكونوا بألف خير وصحة وعافية يا رب فاليوم أحبائي جئتكم بوصفة رائعة وبسيطة جدا لن تكلفكم الكثير ووصفة اليوم إن شاء الله سوف تكون عن طبيض اليدين كذلك توحي لونهما تقوم كذلك بترطيبهم وإزالة السواد الداكن كذلك جميع المشاكل متعلقة باليدين من بطور أو أي شيء أو بعض الخدشات التي تكونوا رقيقة فهذه الوصفة سوف تزيلها لكم إن شاء الله سوف تحصلون على يدين رطبة وكذلك ناعمة وعلى لون أبيض موحد بمكونات تهلة وبسيطة كذلك هذه الوصفة يمكنكم استعمالها حتى للأرجل حتى للرقبة كذلك إذن هذه الوصفة معالجة لجميع المناطق التي بها سواد بالجسم يمكنها أن تزيل هذا السواد بمكونات جد بسيطة وسهلة وفعالة وفي متناول جميع وقبل ما نمر لتحضير هذه الوصفة أتمنى منكم أحبائي لايك وشير للفيديو أي حتى يستفيد أكبر عدد ممكن من الناس أيضا أتمنى من الزوار الجدد الذين أول مرة يزورون قناتي أن يشتركوا فيها ويفعلوا الجرس لكي تصلكم جميع وصفات المجربة والمضمونة وسأحاول إن شاء الله دائما إفادتكم بأنجح الوصفات وأنتظر أهراءكم وتعليقاتكم الجميلة دائما كما أنتظر أسئلتكم فيما يخص أي وصفة والآن على بركة الله سوف نمر إلى التعرف على المكونات وإلى طريقة وكيفية التحضير فأول مكون سوف نحتاج إليه أحبائي هو النشا أو دقيق الدراء سوف نحتاج كذلك إلى البطاطس البطاطس مبشورة وسوف نحتاج إلى عصير الليمون الحامض فهذه كلها هي مكونات سهلة وبسيطة ومتواجدة في كل مطبخ الآن سوف نمر إلى طريقة وكيفية الاستعمال نأخذ هنا تقريبا لدينا هنا ملعقة من النشا نأخذ هنا ملعقة من النشا لدينا هنا تقريبا مقدار ملعقة من نشا الضراء نضيف إليها مقدار ملعقة من مبشور البطاطس فبالنسبة للبطاطس فبها نشا رائع جدا يقوم بتبييد وتفتيح البشرة كما يساعد في تبييد اليدين نمزج هذين المكونات جيدا لهذا الشكل بعدها نضيف مقدار ملعقة صغيرة من عصير الليمون ونمزج المكونات جيدا مع البعض فبالنسبة لهذه الوصفة كما قلت فهي جيدة جدا في تبييد أي منطقة تريدون تفتيح لونها وعلاج السود الدكل متواجد بها فإن شاء الله هذه الوصفة ستساعدكم في التخلص من هذا المشكل أما طريقة الاستعمال فهي سهلة جدا نطبقها على بشرة اليدين بهذا الشكل كيفما تلاحظون نأخذ هذه الخلطة بهذا الشكل ونبدأ بتمريرها على اليدين نقوم بفرق اليد بهذه المكونات مدة خمس دقائق تقريبا أي حتى تتشرب لنا البشر هذه الوصفة ومكونات هذه الوصفة وبعد ذلك نترك هذه الوصفة على اليد مدة خمسة عشر دقيقة يعني ربع ساعة على هذا الشكل بعدها نغسل بالماء الدافئ وسوف تلاحظون الفرق الشاسع رطوبة ونعومة كذلك تقوم بتبييد الأيدي وسوف تلاحظون الفرق الشاسع رطوبة ونعومة وكذلك تقوم بتبييد الأيدي فقط مع المداومة عليها تستعمل هذه الوصفة يوميا أي مرة في اليوم فبعد غسل هذه الوصفة نقوم بترطيب الأيدي فالوصفة جد جميلة ومفيدة في ترطيب وتبييد اليدين وإذا ألو الأسود فأتمنى أن أكون قد أفدتكم ولو بالقليل بهذه الوصفة وأتمنى أن تنال هذه الوصفة إعجابكم وشكرا لكم على حسن المتابعة أنتظروا آراءكم وتعليقاتكم وأيضا دعمكم لي وذلك بالاشتراك في القناة ولا تنسوا أحبائي أن تشاركوا هذا الفيديو مع ألتقائكم لتعم الفائدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته